تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيميس كليفرلي جرى فيه مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن وخلال الاتصال أشار وزير الخارجية إلى أهمية ما تمثله المبادرة السعودية من فرصة لإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام لافتا إلى الترحيب الدولي الواسع بالمبادرة السعودية باستثناء موقف النظام الإيراني السلبي الرامي إلى إطالة أمد الحرب لاستنزاف دول المنطقة وفي الشان العسكري تطرق وزير الخارجية لاستمرار العدوان الحثي على محافظة مأرب واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين بصواريخ الباليستية موضحا أن كل ما تجنيه الميليشيات من هذه الحرب هو إزهاق أرواح المغرر بهم في صفوفها وتعقيد الوضع الإنساني في المحافظة لافتا إلى أهمية زيادة مستوى النشاط في العمل الإنساني بالمحافظة ودعوة المنظمات الدولية لزيادة وتيرة عملها في مأرب داعيا للضغط على ميليشيات الحثي لوقف العدوان والاستجابة لدعوات السلام وفيما يتصل بالشان الإنساني أشار بن مبارك إلى قيام الحكومة بإدخال عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة برغم صلف وتعنهة الميليشيات وعدم التزامها باتفاق سوكولم بشأن آلية استخدام الموارد الضريبية والجمركية لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات ونهب الأموال المخصصة لذلك مؤكدا بأن الحكومة ستستمر بمراقبة الأوضاع الإنسانية والقيام بواجبها في التخفيف عن المواطنين من جانبه اجدد وزير الدولة البريطاني ترحيب بلاده بالمبادرة السعودية وحرصها على المساهمة في جهود إحلال السلام في اليمن مؤكدا دعم بريطانيا لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه شكرا